يعد مشروع الشجرة الشمسية في الجامعة الأردنية والذي دخل مرحلته الثالثة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يقوم مبدأ عمل شجرة على إنتاج الطاقة الشمسية وتحويلها إلى كهرباء في مساحة لا تتعدى متر باستخدام الألواح الشمسية التي تصمم على شكل شجرة لنتابع ثقات إبداعية جبارة اتكأت في أفكارها على مبدأ الخارج عن المألوف وعصف ذهني ناضج والكثير الكثير من الإمكانات الكامنة التي تتسابق لتكون يوما ما جزءا من حل المشكلة التي لا تحتاج إلا إلى فرصة ثقة واحدة تأخذ بيدها نحو العمل والبناء لاستثمارها في أبهى صورها طالب ودكتور لما تتعاملوا أو تشتغلوا مع بعض بمشروع بتصير تتعامل دكتور كأنه زميل إليك هذا كتير إشي قوي وأعطانا حافز أنه يظهر المهارات الإبداعية اللي عندنا أكتر بكتير في رحاب الجامعة الأردنية طلاب جامعيون يحملون من الأفكار والأحلام والعلم ما مكنهم من البدء بمشروع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط شجرة شمسية صديقة للبيئة تستذل بها عقول نيرة هدفت إلى تعزيز مفهوم الطاقة المتجددة من خلال تحويل ذوء الشمس الصاطعة إلى كهرباء نافعة الفكرة فيه كانت إنها فكرة طلابية بتصميم من الطلاب وهذا اللي بميزه عن باقي المشاريع في الأردن يعني فيه سولار تري كتير كانت بأكتر من محل عندنا بالأردن وتنفذ بس كانت يعني إنه هاي الشجرات تيجي زي ما هي عندنا على الأردن وتتركب الفكرة بهاي الشجرة إنه كانت ديزاين كامل من طلاب الجامعة الأردنية تعد هذه الشجرة أحد أهم مشاريع مركز المياه والطاقة في الجامعة أنجزت بمجهود مشترك بين فريق من المركز وطلبة من أقسام الهندسة الكيميائية والمعمارية والميكاترونيكس في كلية الهندسة وتاقم فنيا من دائرة الهندسة في الجامعة من ناحية جمالية ركزنا على الشكل المعماري نفسه على شكل الشجرة بأنه تكون هاي بالرغم إنها مصنوعة من أعمدة معدنية حاولنا إنه تكون هاي شكلها أكثر طبيعيا من حيث الكيربات والمنحنيات هذه التكنولوجيا المبتكرة مستوحات من شجرة الأكاسية التي تنمو في المناطق الدافئة ستعمل على تزويد البوابة الرئيسية بإنارة قدرها 2 كيلو واط بالإضافة إلى أنها ستضم مكانا للجلوس ومنافذ لشحن الأجهزة الإلكترونية مشروع الشجرة الشمسية في الجامعة الأردنية والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط يهدف في المقام الأول إلى تعزيز مفهوم الطاقة المتجددة لدى الطلاب الجامعي والمجتمع المحلي عن درشادات المملكة عمان ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الشجرة الشمسية معنا في الستوديو دكتور معتصم مسعدان مدير مركز المياه والطاقة في الجامعة الأردنية صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك معنا يعني إنجاز يعني مميز جدا كنت عم بسألك تحت الهوى أنه هذا الإنجاز أردني مية بالمية فكرة أردنية تصميم أردني كله أردني يس المشروع كامل من حيث التصميم من حيث الفكرة من حيث التنفيذ من حيث التركيب أردني بشكل كامل من خلال طبعا فريق مشترك ما بين كلية الهندسة قسم الهندسة الكيميائية وقسم المكاتر وقسم المعماري وفريق عنا بمركز المياه والطاقة والبيئة بالإضافة لدارة الهندسة الطاقم الفني المسؤول عن حرم الجامع بمشاريعه الموجود يعني كل المهندسين اللي عم يدرسوا الهندسة بالجامعة الأردنية كل واحد أو كلية أو كل تخصص أخذ شغلة معينة يعملها بالفعل اللي رسم اللي حسب اللي بالفعل احنا تقريبا المراحل حوالي خمس مراحل تمام بلشت بالفكرة ومن ثم كتاب المخترح لجلب دعم مالي لهذا المشروع ومن ثم تصميمه من خلال أنظمة هندسية مبرمجة نظام الأتوكات طبعا قاموا في طلاب عندنا في قسم الهندسة العمارة بإشراف دكتور خالد العمري عليهم ما بعد ذلك المرحلة ما بعد ذلك اللي هي مرحلة التنفيذ نعم باستخدام الماكينات عمل تيوبات طبعا كان معنا الشريك الاستراتيجي بالموضوع مجموعة المناصير نعم فيه التواءات بحاكي شجرة طبيعية هذا كان الهدف الرئيسي أن يكون فيه فن معماري حتى يحاكي الطبيعة حتى يحاكي شجرة شمسية شجرة طبيعية بحصد الشمس من أجل التنفيذ الكبره في اليسر نعم إمتى هذه الشجرة الكهربائية ستكون قادرة على إنتاج الطاقة؟ إمتى ستشغلها؟ طبعا نحن تم أعمل حسابات للنظام الطاقة اللي هي الألواح الشمسية والبطاريات والتوصيلات الكهربائية كاملة الآن نحن في طور التركيب إن شاء الله خلال الأسبوع هذا ما ينتهي منه فمتوقعين اليوم الخميس يكون إن شاء الله قادرة الشجرة على إنتاج الطاقة الكهربائية تمام هاي الشجرة اللي نحن نتابعها حالياً واللي عم يشوفوها المشاهدين إيش هي كمية الطاقة الكهربائية اللي بتنتجها؟ وبدنا ياك تتمثلنا يا على أرض الواقع يعني عشان تقولنا رح تشغل مثلاً هالأد كمية إضاءة هالأد كمية كذا عشان إحنا نكون يعني مدركين طبعا نسمحي لي بالبداية نحكي عن الشجرة كإيش بميزها عن الشجر الموجود عالمياً نعم إحنا حسب البحث اللي أجرناها خلال السنة هذه أفضل شجرة عالمية موجودة في جامعة بريستول في بريطانيا كانت هي المدل اللي إحنا حاولنا نحاكيه في تصميمنا وبالتالي شجرة تبعتنا بنسمية أوفغرد يعني غير مشموكة مع شبكة الكهرباء الوطنية قادرة على حصد شعة الشمس تحويلها لكهرباء وتخزينها في بطاريات وتزويد المستهلكين بهذه الكهرباء طبعا الكهرباء قادرة تم ربطها على عشر أعمدة دبل آرم فبالتالي بنحكي عن عشرين تقريبا لمبة كهرباء بالشوارع في الجامعة الأردنية ما بين البوابة الرئيسية وبرج الساعة أمام المكتبة لأن عادة فينا زوار لبعد الساعة 12 بالليل ممكن يكونوا متواجدين بالمكتبة في الجامعة بالإضافة لذلك إحنا عملنا مقاعد حوالي الشجرة الشمسية كافية بيكون في عليها طبعا أباريس كهربائية كافية يومياً لشحن ما يزيد عن مئة لابتوب وخلوي طبعا النظام الطاقة اللي إحنا صممناه قادر أنه يعمل ثلاث أيام متواصلة في ظل ظروف ووجود ظروف مرخفضات جوية وغيوم يمكن تمنع وصول الشمس وبالتالي إحنا احتياطيا عملناه على نظام نسمي ثري دي أتونومي اللي هو قادر أنه يشغل الشجرة ثلاث أيام متواصلة نعم أكيد هلأ الناس اللي عم بتابعون عم بتسألوا عن تكلفة مثل هاي الشجرة الكهربائية قد يتكلف؟ طبعا إحنا بالبداية لما بلشنا بالتصميم حاولنا نعرف الكلفة اللي موجودة بالسوق المحلي اللي تواصلنا مع شركات صينية شركات أوروبية كان أقل سعر وصلنا له حوالي مئة ألف يورو تمام الكلفة اللي بميز سجرتنا للآن إحنا ما تعدينا لعشرين ألزينار أردني وبالتالي هذا طبعا ميزة إضافية على شجرة إنها أفوردبل ممكن أي سعرها نوعا ما بالمتناول تمام النقطة الثانية أنه ممكن تركيبها على المناطق الحدودية في المناطق النائية فهي أوفقرد مش بحاجة لأعمدة كهربائية قادرة نتشغل نفسها بنفسها ممكن نركبها في مناطق سياحية للسياح في المناطق البترة في البحر الميت ما شابه النقطة الثانية اللي بتميز الشجرة تبعتنا إنها التركيب الألواح الشمسية فيها جاي عمودي وبالتالي المساحة اللي تحت الشجرة ممكن استغلالها مش عم بتحتاج مساحات واسعة مثل أنظمة الشمسية الأخرى إحنا بنشوف نظام سولار باركس بسموها عائلة بتركيبها ألواح شمسية بشكل أفقي فبتاخد مساحة أكبر بينما هاي الشجرة قادرة أن تعطينا يوميا ما بين واحد ونص إلى ثنين كيلوات يومي وبالتالي على مساحة لا تتعدى الأربع متى المربع نعم هاي شجرة الأولى إم ترح يكون في شجرات جداد لأنه واضح أنه أول إشي تكلفتها نوعا ما بالمتناول الثاني إشي عم تعطي كمية طاقة إحنا بحاجة لها وراح نوفر أيضا من خلالها طاقة فشو هي المشاريع المستقبلية؟ طبعا إحنا بالجامعة الأردنية من أربع سنوات اطلقنا شعار صنعة في الأردنية نعم من خلال طلابنا بالهندسة بنعمل معرض سنوي بنستضيف فيه الشركات القطاع الخاص ونقابة المهندسين ونحاول نرط عليهم أفكارنا ومنتجاتنا هذا المشروع إحنا بنشوفه جدا موجودا اتصاديا والآن إحنا في ضوء جلب دعم مادي لتركيب مثل هذه الشجرة في جميع محافظات المملكة لحتى يكون اللوغو تبع الجامعة الأردنية موجود ولحتى طلابنا يكسبوا ثقة بنفسهم في هيكمة شريع ولحتى يكون فيه تواصل مع المجتمع المدني ومع القطاع الخاص به هيكمة شريع فبالتالي إحنا على ثقة تامة أنه بعد ما يكون المشروع هذا جاهز وراكب والداتا معنا موجودة رح يكون سهل تسويقه في المنطقة ككل يعني بعيدا عن الأردن هل أيضا بالإمكان تسويقه خارج الأردن كونه هذا المشروع الأول بشرق الأوسط طبعا إحنا الآن لما شفنا التصاميم في الدول الأخرى التصاميم لا تتعدى كونها عمود وعليه الوحش شمسية فبالتالي ما بتحاكي الفن المعماري للمفهوم شجرة الشمسية ويمكن الكمية الطاقة اللي ممكن التقاطها بالفعل هلأ أننا ممكن زيادة الطاقة الدبل ممكن نوصل إلى ثلاثة كيلوات بدل واحد ونص وطبعا هاي بتعطينا كميات كهرباء أكثر وزي ما حكيت لحضرتك هلأ إحنا ممكن نركف في المناطق النائية وهذا الفئة المستهدفة من أي نظام أوفا قريد بنسميه المناطق النائية وبالتالي سهل تسويقه في الدول العربية وفي المنطقة لأنه ممكن النافس إحنا على مستوى العالم في التصميم اللي فيه مظهر جمالي وبنفس الوقت تكنيولوجيا نظيفة وبنفس الوقت هي رسالة توعوية إحنا هدفنا في الجامعة الأردنية عندنا ما يزيد عن 45 ألف طالب من مختلف التخصصات وكلهم تقريبا بمروا من الباب الرئيسي فبالتالي يوميا بيشوفوا هذا الصرح إحنا هدفنا نوصل لطلابنا من خلال هذا المعلم فكرة إدخال التكنيولوجيا نظيفة على أي إبداع هندسي على أي منتج ممكن إحنا لأنه تعرف إحنا الآن في عالم التغيير المناخي وبالتالي وبالذات بالأردن إحنا بنعاني وقطع الطاقة إنه 96% من طاقتنا مستوردة فنماذج مثل هيك وما شبهها ممكن إحنا نحقق استراتيجياتنا هلأ في حال كان رأس المال موجود وكان الدعم موجود من قبل شركات خاصة راح تدعم هذا المشروع أدي بالضبط بدنا عشان ننتج هاي الشجرة الكهربائية من الوقت إذا كان كل المصاري موجودة والمكان موجود أدي بالنواة طبعا إحنا هون بنحكي عمدار سنة لما عملنا هذا المشروع إنه كان في عدة مراحل لكن الآن البكش كله عنا جاهز متوفر في ضوء نطلب مننا نعمل مثليك مشروع قادرين خلال شهر يكون راكب هذا الشهر شهر كامل تمام إذن بدنا نشكرك شكر جزيل على هذا يعني الانتاج والأردني الرائع يعطيك ألف عافية رسالة أخيرة بس أن حاجة أشكر قناة المملكة من خلال كوحنا أنتوا تتابعتونا بكل المراحل وأنتوا الآن شركاء لأننا فيك مشروع حتى نوصل رسالة توعوية بيئية سريعة للمواطن الأردني أو حتى نثبت حانة في الجامعة الأردنية من خلال الأساتذة والطلاب نحن قادرين نقدم إشي للأردن باستراتيجياته للقطاع الخاص بما يحقق نحكي الطلب على الطاقة في الأردن فشكرا لكم للطاقة شكرا لكم ونحن أكيد سنكون معكم بانطلاقة هذه الشجرة الكهربائية مرة جديدة أشكرك دكتور معتصم سيدان مدير مركز المياه والطاقة في الجامعة الأردنية شكرا جزيلا لك